كاليوم يشهد قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي يعادة هيكلة ضخمة في الفصل ما بين المنظم كمشرع والمشغل وهذا بعمل من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي حطتها إمارة أبوظبي أما من باب الاستثمارات التي تفتح كأبواب جديدة في قطاع التشغيل فهي ضخمة كذلك لن نتعتمد على شيئين أولا تنظيمنا للقطاع هو تنظيم ليس بمقلق وإنما تنظيم يسمح إلى الإبداعات الجديدة ويسمح إلى التكنولوجيا نتدخل في مجال الطاقة بأريحية في أبوظبي لتعزيز ما توصلت إليها أبوظبي اليوم الحمد لله من نتائج مبهرة في إثبات التحول في الطاقة من الاعتماد الكلية على الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل السولر أو نيوكلر فالحمد لله هذا قطاع واسع اليوم في فرص لجميع من يقدر يضيف قيمة إضافية لقطاع الطاقة سواء في مرحلة الإنتاج للطاقة أو مرحلة التوصيل وما حواها من من باب رفع الكفاءة التشغيلية أو في صوب الديماند سايت اللي هو الكاستمرز أو الاستهلاك فتوجد اليوم فرص صراحة ذهبية لنقلة نوعية إذا بننظر اليوم دائرة الطاقة على سبيل المثال أعلنت استراتيجيتها فيما يخص تقليل أو رفع الكفاءة الاستهلاك في الماي نتكلم على الوصول تقليل الاستهلاك لماي بـ 32% في حلوة 2030 وـ 22% للكهرباء فهذا لن يأتي ولن تحقق ألا إذا كانت فيه بدعات جديدة في الاستهلاك ومعرفة الاستهلاك ففيه فرص استثمارية أو potential إلى عددات سمارت مثلا ميترز في معرفة الكاستمر باستهلاكه للماء والكهرباء لأنه إذا وصل إلى قناعة الاستهلاك قدر يغير من طبعه ويسوي retrofitting في هذا المجال فنتمنى أن كذلك القطاع الخاص ينظر إلى الريفورم اللي صار في أبوظبي ويساهم في الرقي أكثر وأكثر لما توصل إليه القطاع الطاقة في إمارة أبوظبي اليوم أحد الأشياء الرئيسية اللي صارت بعدد حيكات القطاع هو الفصل مثل ما قلت لكم بالمشغل والمشرع فالمشاريع كلها صبت عشان يكون عندك رفع كفاءة في تشغيل صبت في يد المشغل نفسه في المشاريع المستقبلية من باب التوسع في الإنتاج أو رفع كفاءة الشبكات أو كذلك الوصول إلى العددات هذه كلها بيد الشركات المشغلة نحن دورنا في دارة الطاقة دائما ضمان ثلاث أشياء إمداد أن يكون متوفر كضمان الإمداد للطاقة ماء وكربة وجودها بأقل التكاليف وكذلك مع المعايير المحلية والدولية بما يخص الإنبعاتات الكربونية وما شابه الفرص موالمة والفرص ذهبية وأنا أتمنى أنهم ينظرون في التحول اللي صار في مجال الطاقة في أبوظبي ويركزون كل جهدهم على التواصل مع الشركات التشغيلية سواء كان إيوك اللي هي شركة الإمارات للطاقة في الاستعداد لأي مناقصة بتنزل في السوق لرفع الكفاءة اليوم والله الحمد يوجد مناقصة في السوق لرفع القدرة الإنتاجية للطاقة من الألواح الشمسية بساعة 2 جيجا كم مشروع وسوف يأتي بعد وراه السنة القادمة مشروع والسنة الثالثة بعد مشروع فلحنا اليوم في دارة الطاقة حددنا التوجه اللي رايحين له كالاستمارات في مجال الـ Renewable Energy وعلى الشركات العاملة تحقيق ذلك فالمناقصات بتكون عندهم طرحها وتقييمها وترسيات كذلك لحنا ساعيين في تعزيز هذه الشركات ويعطاها كل مسئوليات لتحقيق هذه الأدف ترجمة نانسي قنقر